موسيقى المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما مثال أوجد القيمة دقيقة دون استخدام الآلة الحاسبة لكل مما يلي A. sine 105 degrees B. cosine negative 120 degrees C. tan 5 pi over 12 الحل نبدأ الآن بالفرع A sine 105 degrees سوف نعمل الآن على إعادة كتابة الزاوية 105 degrees كحاصل جمع أو فرق بين زاويتين فإنتج أنه sine 60 degrees plus 45 degrees سوف نستخدم الآن المتطابقة المثلثية لمجموع زاويتين وهي sine A plus B equal sine A cosine B plus cosine A sine B الآن نعود في المتطابقة المثلثية sine sine 60 degrees plus 45 degrees equal sine 60 degrees cosine سين 45 ديجريز بلس كوسين 60 ديجريز تاني سين 45 ديجريز فانتوج أن سين 60 ديجريز روت 3 روت 2 تاني كوسين 45 ديجريز روت 2 over 2 بلس كوسين 60 ديجريز 1 over 2 تاني سين 45 ديجريز روت 2 over 2 وبالتبسيط ينتج أن الجواب النهائي هو روت 6 بلس روت 2 over 4 الآن الفرع بي كوسين negative 120 ديجريز الآن سوف نعمل على إعادة كتابة الزاوية negative 120 ديجريز كحاصل جمع أو فرق بين زاويتين من الزاوية الخاصة فينتج أنه كوسين 60 ديجريز minus 180 ديجريز الآن في هذا الفرع نحتاج متطابقة الكوسين الخاصة بالفرق بين الزاويتين وهي كوسين كوسين 60 ديجريز minus 180 ديجريز كوسين كوسين 60 ديجريز كوسين 180 ديجريز بلس بلس سين 60 ديجريز كوسين 180 ديجريز الآن كوسين 60 ديجريز هي 1 over 2 تاعد 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 كوسين 180 ديجريز هي negative 1 بلس سين 60 ديجريز equal root 3 over 2 تاعد كوسين 180 ديجريز equal 0 الآن بالتبسيط ينتج الجواب النهائي negative 1 over 2 وبذلك نكون قد أوجدنا القيمة الدقيقة لكوسين negative 120 ديجريز وهي negative 1 over 2 الآن الفرح c can 5 pi over 12 الآن هنا سوف نعمل على إعادة كتابة الزاوية 5 pi over 12 كحاصل جمع أو فرق بين الزاويتين من الزوايا الخاصة فينتج أن 10 3 pi over 12 plus 2 pi over 12 وتساوي بالتبسيط tan pi over 4 plus pi over 6 هنا سوف نحتاج المتطابقة المثلثية الخاصة بالtan لمجموعة زاويتين وهي 10 a plus b equal 10 a plus 10 b over 1 minus 10 a times 10 b الآن نعود فينتج أن 10 pi over 4 10 pi over 4 plus pi over 6 equal 10 pi over 4 plus 10 pi over 6 plus 10 pi over 6 over 1 minus 10 pi over 4 times 10 pi over 6 10 pi over 6 10 pi over 6 الان بالتبسيط ينتج ان الجواب هو 2 بلس روت 3 وبذلك نكون قد اوجدنا القيمة الدقيقة لتام 5π over 12 وهي 2 بلس روت 3 تدريب اوجد القيمة الدقيقة دون استخدام الالة الحاسبة لكل مما يدي a. cosine 120 degrees b. sine 315 degrees c. tan 3π over 4 اشتركوا في القناة